السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة شهريات صحية موضوعنا اليوم حول كريستال للرضى أو لحديث الولادة هات كريستال جميع الأمهات قريباً لا تيعرفها فهي المنقيد الفعال ديال الوليدة ديالهم وتتمند ديالها يعني مناسب فقط يعني تساعد رهم فهات كريستال سنعرف الطريقة الصحيحة الاستعمال ديالها لأنه كان الأمهات اللي تيوحلو فيها عشنا هما الحالات لما يمكنش لها تتعمل هات كريستال عشنا هما الأعراض ديال الإمساك عشنا هو العلاج أو لبعض يعني بعض الحيال أو لشي حويش كنديروهم باش نخففو على الوليدة الصغار هاتك الإمساك أولا القبض اللي كيجيهم فأولا باش تسهل عليك هات كريستال أنها تدخل لمخرجي الوليد أو لبنية ديالك فمن الأحسن أنك تدوزها في مبارد غادي تدوزها وغادي تديرها وغادي تمشي نيشان ما غاديش بقا نزلق لها كفيدك بحالي لما دوز ديالش فيها نهائيا وبالتالي ما غادي تدبيل انت هي لنوليد ديالك حي تكلم بعد الوليدات ما كيبعوش نهائيا أنهم يديروا التحامل ما كيبعوش كدبقى يتفاتني مع هاك هاتي الليلة دوز ديالها فما بارد غادي تدوزها غادي تمشي نيشان يعني في هاتي كل وقيتها نيد فبالتالي الوليدات الليلة تزادوا يعني يقل من عامين فكنديروا لهم تحميلة وحدة يعني كلبة وحدة في النهار فتقع شرط دقيق ربع ساعة تخرج قاعدك الشي يعني اللي كان في الكريشة دياله وبالتالي الوليدات اللي عندهم عامي الفوق كدير لهم تهمة يعني وحدة في النهار من تقريبا يعني من ربع الساعة تلسعي لجب الله يعني مدر تشي حاجة رهين كلك تزادي وحدة اخرى هاتي كان نظر الوليدات اللي كتر من عامين فشنا هي او لا شنا هما الاعراض دير هاتي الامساك اللي كي يجي يعني للدرالي الصغر فبنسبة الاعراض انهو كيكون يعني البطن ديالهم منفوخ كتلقيها يعني منفوخة كتقطرت الغازات كده لكي الوليد اولى اللي بنيه كتبقى تنفس بزاف كتلقي الكريشة ديلها اولى ديالو قاسها اللي كتبسيها بيديك وحتى فش كاي بغي يعني يدير الخروج ديالو ولا داك لبوراز ديالو كتلقي غير تايب كي حيث علاش صفي صعيب باش يخرجو وحتى ملي كيخرجو كتلقي حدا كتلقي فلكوش ديالو كتلقي كورايات اول حوبيبات صغيرة ديال لبوراز ديالو فاللك اللي كان عفوان اللي كان هذا صخون ماشي مشكل يعني دوشيلي يعني داك المادة في تايتي سخل الكريشا وكي سخنك لأعطاء ديالو ومنسوش يعني العلاج اللي كان في الصيدليار كينا هاد كريستان اللي لقيت لكم وكينين السيروات ديال الوليدات الصغار بالنسبة اللي كان غادي نخفو للوليدات الصغار هادك هاد الامساك اننا كان ناخدو شي زيت اللي هو طبيعي بحل متلا زيت الزيتون وكان دهنو الكرش ديالو يعني كان دهنو الكرش ديالو بحركات دائرية بحركات عفون راح يتوقف لي الفيديو كان ديرو على شكل يعني حركات اللي هي دائرية منها انك ترتبي الكرش ومنها انك تخرجي هادوك الغازات اللي كينين في البطن ديالو او لك تشدي يعني الرجل اللي منية والرجل اللي صريع وكتديري تناوب ما بينتهم كتبقى يتحركيوهم وحداها يعني اللي منية اللي صريع اللي منية اللي صريع بحل نشي واحد اللي ركب على البكالة وكيب بحل هادك بحل هادك الطريقة الامهات اللي كيردعو يعني رضاعة طبيعية يبعدو الى الاطعيمة او للمكلة اللي كتدير الانتفاخ ولا اللي كتدير العمساك من الاحسن لانه اي حاجة كتخضيها كتدوز في الحليب بالنسبة الامهات اللي كيردعو رضاعة صناعية الى مجلش لك الحليب اللي مع الوليية ديالك من الاحسن تبتليه وما ننسوش انك اللي كتبغي بمعلقاء ديال الحليب يعني معلقاء مقدة ما تكونش معلقاء عبتاني عامرة تلفق كتقديها غير بسبع ديال ايشن هما الحالات اللي كتليكم ما يمكنش اللي هم يستعملوا هالكريستال اللي جب الله لقيتي شي شي جرحة صغيرة يعني في المخرج ديال ولي ديال كما تستعملي هاش نهائيا مشكل ديال البواسير المرض ديال الالتهاب لقول التقرحي أو ما يسمى بمرض بالأمعة فهنايا ضروري استشارة طيبية نتمنى انكم استفتوا معايا في هاد الفيديو ولي عندك شي سؤال أو استفسار خليه لي في القومنتير